التمويل المالي يعتبر التمويل المالي من الأبعاد الرئيسية في الإدارة المالية الإدارة المالية فيها ثلاثة أبعاد البعد الأول فيما يتعلق بالتحليل المالي والبعد الثاني التمويل المالي والبعد الثالث وهو في القانب يسموه التشغيلي وهناك من الكتاب من يرى أن الإدارة المالية قائمة على أساس ثلاثة أركان الركن الأول هو الاستثمار والركن الثاني وهو التمويل والركن الثالث وهو التشغيل فدون تمويل لا يمكن القيام بعملية الاستثمار وكذا دون التمويل لا يمكن ماذا نشغل لا يمكن القيام بعملية التشغيل لهذا نلاحظ أن أهمية التمويل جدا ضرورية بحيث تقوم المنشأة بعملية تشغيل كل ما لديها من استثمارات سواء كانت قصيرة الأقل أو طويلة الأقل ولهذا نلاحظ من أنه لابد من دراسة مصادر التمويل والتركيز في مصادر التمويل على مصدرين إما أن يكون مصدر داخلي أو مصدر خارجي أو كذلك يسمونه التمويل الداخلي والتمويل الخارجي وكل منهما ما هي الكلفة لتلك المصادر إذن ما هي الكلفة لمصادر التمويل وما هي العوائد قراء تشغيل الأموال المتحصل عليها وبالتالي نلاحظ من أن الإدارة المالية كذلك من ضمن ما يتم دراسته فيها والتركيز عليه هو في مسألة المقارنة ما بين الكوست اللي هو الكلفة وما يسمى ريتيرد اللي هو العائد فنحن دائما نقارن ما بين كلف مصادر التمويل والعوائد قراء العملية التشغيلية فإذا كانت كلفة التمويل أقل من العائد التشغيلي ففي هذه الحالة نكون موفقين في تحديد مصادر التمويل وكذلك موفقين في المقالة الاستثماري الذي يحقق لأعلى عائد وكذلك مصادر التمويل بأقل كلفة لتوضيح كل ما سبق ذكره لا بد من وجود مثال نستطيع من خلاله تحديد مصادر التمويل ومن ثم نستمر في موضوعنا حتى نتمكن من تحديد مصادر التمويل وكلفة كل مصدر وبالأخير نحن سنحدد كم كلف مصادر التمويل هل لا بد من توقيع في مقال استثماري يحقق عائد أعلى من الكلفة التي تم عملية تحملها قراء الحصول على مصادر التمويل المثال التالي لتوضيح كيفية تقدير الأموال المطلوبة المنظمة عنده هنا مثال فيه مجموعة من المعطيات من المعلوم أن دائما الشركات تقوم بتقدير الأموال المطلوبة للبدء بإنشائها هناك دراسات تسمى الدراسات الأولية وهناك بعضهم يطلق عليها دراسة القدوى المبدئية يتم من خلالها دراسة القدوى المبدئية تحديد عدة قوانب القانب التسويقي القانب الفني القانب المالي والمتعلقة هنا ونحن هنا سنتعرض فقط للقانب المالي فهنا مجموعة من البيانات اللازمة لإنجاز مجموعة المهمة المتعلقة بإنشاء شركة يمني هنا نجد بعض التكاليف تكاليف دراسة القدوى الاقتصادية تكاليف الحصول على ترخص إنشاء شركة ومصاريف إدارية ونفقات لاستشارات فنية والأراضي ومصاريفها كل هذه البيانات الواردة لدينا كلها تحمل قيم تقديرية لكلف ونلاحظ من أنه جميعها بشكل إجمالا وهنا المطلوب مني أننا أحدد عمل عملية انضمام كل جزئية إلى الكل فهنا يبين لي من أنه تكاليف دراسة القدوى كما الجزئي وهكذا تكاليف دراسة القدوى الاقتصادية الحصول على الترخيص المصاريف الإدارية قبل التشغيل نفقات الاستثمارات الفنية أثناء التنفيذ مصاريف التمويل قبل التشغيل شراء حقوق التصنيع أحيانا قد تكون هناك من الشركات من لديها ماركة تقارية وعلامة تقارية فأنا أقوم بعملية شراء حقوق التصنيع منها جميع البنود الواردة أعلى والتي تم ذكرها جميعها يطلق عليها مصاريف لماذا؟ مصاريف التأسيس أما فيما يتعلق بتكاليف الإنشاء فهي تتركز في الأراضي والمباني والمعدات آلة ومعدات قطع الغيار هذه جميعها يطلق عليها تكاليف الإنشاء فنحن من البيانات التي تم الحصول عليها نقوم بعملية تصنيف وفرز لتلك التكاليف ما هي المصاريف أو التكاليف التي تحت التأسيس ما هي تكاليف الإنشاء ثم يأتي فيما بعد تكاليف الموجودات المتداولة ابتداء من النقدية والأوراق المالية والمخزون السلعي وبنود أخرى متداولة نأخذ ليش؟ الإجمالي هنا عندنا تكاليف يسمونها تكاليف دورة الإنتاج والبيع والتحصيل وبالتالي هنا يكون عند العناصر الرئيسية للأموال المطلوبة إجمالي مساريف التأسيس وإجمالي تكاليف الإنشاء وإجمالي الموجودات المتداولة وكذلك تكلفة الإنتاج والبيع والتحصيل فجميعها يطلق علي إجمالي الأموال المطلوبة إذن من خلال جمع تلك المجاميع يمكن الوصول إلى إجمالي الأموال المطلوبة والمقدرة بـ 40 مليون و400 ألف وما على الإدارة في المنظمة إلا أن تقوم بالبحث عن مصادر التمويل لذلك المشروع عن طريق الإدارة المالية ومن خلال الجهات التمويلية هناك عدة مصادر للتمويل كما ذكرنا سابقا قد يكون هناك مصادر تمويل داخلية من خلال زيادة الأرباح المحتجزة ونسبة الاحتياطيات وزيادة رأس المال أو قد تكون من مصادر تمويل خارجية عن طريق ما يسمى الاقتراض أو الشراء بالآجل أو إصدار سندات والأرود على نوعين إما أن تكون طويلة أو قصيرة الأجل المهم أن الإدارة المالية من خلال بحثها عن مصادر التمويل التي تعطي شروط ميسرة والتي تكون كلفة التمويل كلفة منخفضة بما يمكنها من الحصول على تلك الأموال لأربعين مليون واربعمائة ألف لتنفيذ المشروع وبما يمكنها كمان من تحقيق عائد قراء العملية الاستثمارية